السلام عليكم هياكم الله بتبيقناة نواف في فيديو جديد في فيديو اليوم رح نتعلم كيف ممكن نرسل فيديوهات أو صور بجودة عالية عن طريق التطبيق أو برناوج الواتساب أحيانا كثيرة يكون عندنا صديق أو أخ اللي يكون حابين نرسله الصورة بشكل سريع ولكن داما نتعذر في الواتساب إنه الكواليتي ينخفض بشكل كبير جدا فاليوم إن شاء الله رح أحل لكم هذه المسكلة و رح نتعلم كيف نرسل الصور وملفات بجودة عالية بحيث بنتوصل للشخص بالشكل العنيق الجميل و دوم ما تتأثر الجودة بس قبل لا نبدأ ضبط كوب قهوتك أو مشروبك المفضل ولا تنسى اللايك في طريقك و كذلك إذا ما كنت مسترق في القناة تشارك في القناة و تفعل الجرس التنبيه أنا نواف نقول بسم الله نبدأ فيديو اليوم هياكم الله في البداية نروح على الجهاز و نروح على الصور و الملفات هتفتح معنا بهذا الشكل نختار أي صورة أو منف أو فيديو هبين نرسله طبعا شرحي هنا حيكون عن طريق الآيفون نفس الطريقة رح تكون على الاندرويد طيب الآن عندي هذه الخيارات نروح على السهم اللي تحت على اليمين أضغط عليه بهذا الشكل هتفتح معي هذه الخيارات أنزل تحت هنا حلقة عندي حفظ في الملفات اختار حفظ في الملفات بهذا الشكل هتطلع معايق بهذا الشكل الآن أروح تحت و أغير الاسم مثلا أقول شرح اليوتيوب و أحط حفظ تمام هذه الخطوة الأولى خلصنا منا الآن الخطوة الثانية أروح للشخص اللي حابين نرسله الصورة و أروح أختار مستند الشكل هذا حلقة عندي هنا شرح اليوتيوب و أسوي فتح و أسوي إرسال الآن نشوفوا حجم الصورة 584 كيلو بايت جودة عالية و لو يفتح الصورة سيكون عنده الجودة جدا ممتازة شايفين كيف فهذه الطريقة هي الأفضل إذا حاب ترسل صور أو فيديوهات بجودة عالية طيب لو حابين نسوي هذه الطريقة على الفيديو نفس الطريقة خلدينا أروح على الستوديو و أروح على الملفات و أختار الفيديو اللي حابين نشرح عليه مثلا هذا الفيديو أضغط على السهم اللي تحت مرة ثانية و أنزل تحت و أحط حفظ في الملفات و بعد كده أحط الاسم شرح يوتيوب اثنين و أسوي حفظ الآن أروح للواتساب و أدخل على المحادثة و أرجع أسوي مستند و أسوي إرسال شرح يوتيوب اثنين و أسوي فتح و أرسل الفيديو بهذا الشكل رح نلقى أن الحجم عندي 11 ميجا بايت إلى 12 ميجا تقريبا على حسب حجم الفيديو و مدد الفيديو الآن لو أفتح الفيديو و سيكون معي الجودة عالية و كويسة و كده يكون خلاصة و مشرح اليوم أتمنى أنكم استفدتم و استمتعتوا لا تنسوا دعمي باللايك و اشتراك في القناة أنا نواف نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد في أمان الله